الأدب من أشكال التعبير البشري ومجموعة من الأساليب الكتابية التي يعبر بها الإنسان عن أفكاره وعواطفه وخواطره ويتم تصنيف الأدب إلى عدة أصناف بسبب التنوع الثقافي في العالم ورغم ذلك فإن العالم يتفق في تركيبته وقد يكون العمل الأدبي عبارة عن رواية أو شعر أو قصة أو ربما حتى سيرة ذاتية أو غيره في هذه القناة سنحاول تقديم أعمال بسيطة جدا نقتمسها من الأدب العربي والعالمي وهناك معلومات جميلة نقدمها لك وإذا كنت من عشاق الأدب تابعنا على قناتنا ومن يدري قد يعجبك ما نقدمه أو ربما قد تجد ما يثير عواطفك وينمي أفكارك ترجمة نانسي قنقر